شايف حضرتك من اللي بيسلم على رئيس إيران وهو فرحان قوي كده؟ ده يبقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الزرية طيب هو فرحان قوي كده ليه؟ لأن أخيراً إيران وفقت على تجميد برنامجها النووي حضرتك تقول لي معقول؟ أقول لكم مش بس كده دي كمان وفقت على تجميد عمليات حزب الله ضد القوات الإسرائيلية حضرتك تقول لي مستحيل؟ كده بدون مقابل؟ الكلام ده معنا إن إسرائيل كثبت الحرب أقول لك لأ وخد الأتقل خلال الكم ساعة اللي فاته الجيش اللبناني خسر ثلاث جنود فغارة إسرائيلية استهدفت قاعدة عسكرية بالقرب من بيروت زي ما حضرك شايف كده القاعدة العسكرية لإسرائيل ضربتها مش بعيدة عن بيروت طيب ده معناه إيه؟ معناه حاجتين الأولى إن الطيران الإسرائيلي استباح لمجال الجو اللبناني بالكامل الموضوع معادش مقتصر بس على جنوب لبنان أما الحاجة التانية فهي أن الجيش الإسرائيلي ما بقاش يضرب بس القوات التابعة الحزب الله لكن وسع دايرة عملياته وبدأ يضرب الجيش اللبناني نفسه وهنا تجي لأسئلة المهمة هو إزاي الجيش الإسرائيلي بيضرب في الجيش اللبناني في الوقت اللي عموسه كستين مبعوث الرئيس الأمريكي موجود في لبنان علشان يناقش صفقة إنهاء الحرب طب على أقل احترموا مبعوث الرئيس الأمريكي والسؤال التاني ليه إسرائيل وسعت عملياتها وبدأت تضرب في الجيش اللبناني اللي محاولش أصلاً إنه يشتبك مع قوات الإسرائيلية دي إسرائيل يوم ما بدأت في اكتياح جنوب لبنان الجيش اللبناني خط بعضه وانسحف في اتجاه بيروت علشان ما يشتبكش مع الجيش الإسرائيلي تقوم إنتا اللي تجري وراه وتضربه هو أكلمك أصلاً علشان تضربه والسؤال التالت الجيش اللبناني عمل إيه لما تضربه وتقتله ثلاثة من جنوده في عملية عسكرية استهدفته بشكل مباشر يعني إسرائيل ما كانتش بتضرب حزب الله مثلاً فضربت الجيش اللبناني بالغلط خالص ده التهارات الإسرائيلي استهد في قاعدة عسكرية تابعة للجيش اللبناني بعيدة أصلاً عن جنوب لبنان يعني بعيدة عن حزب الله فالجيش اللبناني رد على الكلام ده بقى وعمل إيه طيب هي إيه أصلاً بنوت صفقة لبنان اللي المفروض ما بيوصل رئيس الأمريكي بيخلصها دلوقتي في بيروت إحنا سمعنا إن الاتفاقية بتنص على سماح للجيش الإسرائيلي بحرية الانتشار والتمركز في الأراضي اللبنانية بالبلد كده اللي اتفاقية بتسمح للجيش الإسرائيلي باحتلال لبنان فهل الكلام ده صح؟ لبنان خلاص كده شكراً ضاعت وتسلمت تسليم أهل الإسرائيل والسؤال الأهم من كل اللي فات إيه علاقة إيران بتسهيل صفقة لبنان وإزاي وفقت على تجميد برنامجها النهوي أقول لك الله ينهر عليك يا دي الأسئلة المهمة تعالى بقى نجاوب عليها على مدار اليومين اللي فاته الجيش الإسرائيلي دخل دباباته بحماية من الطيرات الإسرائيلية لمجموعة من القرى اللبنانية الموجودة في منطية الجنوب انتشار الدبابات الإسرائيلية اتركز جنوب مدينة سور المطلة على البحر المتوسط وده ليه؟ علشان يقطعوا الطريق الساحلي ويعزلوا منطقة النقورة بطول 9 كم إسرائيل عايزة تحتل المنطقة دي بالكامل خد بالك كل ده بيحصل جنوب نهر اللي طاني اللي إسرائيل عايزة تحتله علشان تسرق ميته وحكيت لك قصوته بالتفصيل في حلقة احتلال نهر اللي طاني تقدر تفرج عليها لو حاب تعرف تفاصيله أكبر حضرتك تقول لي ما الحزب الله فين من كل ده هو مش كان حلف مئة يمين إنه هيدفع عن لبنان بكل قوته وضغطة أمريكا على إيران ومقترحات رايحة جاية وأخيرا يعني إيران وفقت عليها لكن تعمل إيه لو قلت لك إن إيران بنفسها هي اللي اقترحت على أمريكا تجميد برنامجها النهوي طيب خلينا أحكي لك فاكر لما حكيت لك بحلقة أسرار حكومة ترامب إن إيلون ماسك قبل سفير إيران في الأمم المتحدة وبلغوا شروط ترامب للتفاوض مع إيران يومها قلت لك إيه قلت لك إن إيلون ماسك بلغ سفير إيران بإن البرنامج النهوي الإيراني مش هيكمل طول ما ترامب موجود في الحكم واحد زي دو واحد بيسوي اتنين ما تحاولوش لأنكم مش هتعرفوا وإن حزب الله لازم يلم نفسه ويرجع خطوة وراء ويبطل ضربه في مستوطنات الشمال طيب ولو ده ما حصلش الإجابة كانت واضحة وهي إن ترامب هيفرض عقوبات اقتصادية على إيران للدرجة اللي تخليها واحدة من أفقر دول العالم للدرجة اللي تخلي الشعب الإيراني نفسه هو اللي ينقلب على الحكم المرشد بسبب الفقر والسياسات اللي نتج عنها فرض العقوبات أما لو إيران استجابت فترامب هيقدم لها في المقابل رفع العقوبات اللي فعليا مفروضة عليه زي مثلا إنه يسمح لها بتصدير النفط يسمح لها بصرف أموالها المجمدة في البرونكو الأوروبية والأمريكية يسمح لها تشتري سلاح بالبلد كده هيدلعها بالشكل اللي حسن لها اقتصادها فيقوم الشعب الإيراني يرضى عنها ويتمسك بها أكتر وكتر هو ده كان العرض اللي إيلون ماسك نقله لسفير إيران في الأمم المتحدة حضرتك تقول لي أيها بس إيران نفسها نافت اجتماع إيلون ماسك بالسفير الإيراني أقول لك ولا كإني سمعت حاجة المهم بعد اجتماع إيلون ماسك بالسفير الإيراني اللي إيران نافته مدير وكالة الطاقة الزرية زار إيران وقابل الرئيس الإيراني طيب تحصل المفاجأة إمتى؟ تحصل المفاجأة لما رئيس إيراني وافق على كل شروط ترامب اللي بلغها لهم على لسان إيلون ماسك بل وخود الآت قال رئيس إيران هو اللي عرض على مدير وكالة الطاقة الزرية طريق التجميد البرنامج الناو الإيراني إيه هي الطريقة؟ قال له إحنا مبدئيا كده هنسمح لخبراء وكالة الطاقة الزرية إنهم يرجعوا يفاتوشوا المواقع عن مفاعلات النواية الإيرانية مرة تانية لو تفتكر حكيت لك قبل كده أن ترامب بمجرد ما رغل الاتفاية النهو اللي بين أمريكا وإيران واللي اتوقع في عاد الرئيس الأمريكي أوباما إيران طردت خبراء الطاقة الزرية وكسرت كاميرات المرأبة اللي المفروض بتريب عمليات تخصيب اليورانيوم في المفاعلات النواية الإيرانية ومن بعدها زودت عمليات تخصيب اليورانيوم من 20% ل 60% وكانت في طريقها لنسبة 90% اللي هي النسبة المطلوبة لتصنيع القنبلة النواية لو لأن ترامب فاز في انتخابات الرئاسة وهددهم على لسان إيلون ماسك بضرب المفاعلات النهوية وفرض عقوبات اقتصادية فرئيس إيران قال له خلاص يا عم إحنا مش بس هنكتفي بنسبة 60% ده إحنا كمان هنسمح لكم تدخلوا كل المفاعلات النواية الإيرانية علشان تتأكدوا بنفسكم إننا ملتزمين بالاتفاية اللي ما بيننا حضرتك تقول لي بالسهولة دي إيران جمدت برنامجها النهوي بالسهولة دي أقول لك يا فين السهولة إنت لو مكانها هتعمل إيه جايلك رئيس مجنون بيقول لك هضعف عليك العقوبات الاقتصادية وهساعد إسرائيل في ضرب مفاعلتك النهوية بالبلد كده بيقول لك هرجعك للمربع صفر هرجعك للعصر الحجري هخلي شعبك هو اللي ينقلب عليك وبالتالي الاختيار قدام إيران كان واضح إما إنك تحتفظ بنسبة التخصيب اللي وصلت لها لحد ما ولاية ترامب تخلص ويجي من بعده رئيس جديد تقدر تتفاهم معاه أو إنك تركب دماغك فيضطر يضرب لك مفاعلتك النهوية كلها ويخسرك كل اللي وصلت له فإيران قالت لك لأ أنا احتفظ بمخزونه الإيراني من اللي عندي ولنسبة تخصيبه وصلت لستين في المية لحد ما يجي رئيس أعقل من ترامب وأقدر إننا تفاهم معاه أو أتجاوزه بدون ما يئزيني طيب ولبنان وحزب الله وحركة حماس وحرب غزة هتعملوا فيهم إيه يا إيران أنت كده استسلمت في ملف البرنامج النهو أي أن كان المبرر بقى سواء كان مبرر الرافع للعقوبات الاقتصادية أو مبرر الحفاظ على نسبة التخصيب اللي وصلت له في النهاية تصرفك ده اسمه استسلام باقي الملفات بقى عملت فيها إيه استسلمت فيها هي كمان ولا لسه مكملة قالت لك ما هي دي بقى صفقة لبنان اللي بتحصل دلوقتي هي إيه صفقة لبنان وإيه هي بنودها هقول لك الراجل عموس هوكستين مبعوث رئيس الأمريكي وصل لبنان من يومين وقابلنا به بري رئيس مجلس النواب اللبناني حضرتك تقول لي وقابل رئيس مجلس النواب ليه ليه ما قابلش رئيس الوزراء اللبناني أقول لك هو قابل كمان رئيس الوزراء لكن قابل جنبه رئيس مجلس النواب نبيه بري باعتبار أنه هو ده الراجل اللي حزب الله فوضه لاتخاذ القرار فاكر لما حكيت لك قبل كده أن حزب الله لما سرائيلي اغتالت قياداته وتقريبا كانت قبقها أو أدنى إنها تصف الحزب بالكامل الحزب وقتها اخترنا به بري علشان هو اللي يتفوت باسمه ساعاتها قاله انت الأخ الأكبر وإحنا هنمشي وراك وإحنا مناش غيرك وكل هذا الكلام وابونان عليما بعوص الرئيس الأمريكا لما حب يكلم حزب الله كلم مين كلمنا به بري وفعلا نزله لبنان مخصوص وسلمه مسودة صفقة لبنان المكونة من عشر بنود هستأذنك بقى تركز في كل بند وتفكر في السطور المخفية ما بين كل بند والتاني علشان تعرف لبنان رايحة على فين علشان تعرف إزاي حزب الله لبس لبنان كلها في الحيط حزب الله ومن وراء إيران سلموا لبنان لإسرائيل تسليم أهالي اتفرج على بنود الصفقة أول بند في صفقة لبنان واللي المفروض على أساسها هيتم وقفة إطلاق النار وإنهاء الحرب هو السمح بحرية الحركة للجيش الإسرائيلي داخل لبنان ده بسم الله الرحمن الرحيم كده احنا لسه ما بدقناش بنود الصفقة أصلا ده لسه أول بند الجيش الإسرائيلي يدخل لبنان وقت ما هو عايز ويمشي فيها وقت ما هو عايز والدبابات الإسرائيلية تنتشر في شوارعها وقت ما هو عايز بالبلد كده عشان لو حارك لسه ما فهمتش البند ده معنى إن إسرائيل تحتل لبنان بموافقة لبنان تمام كده فاندم؟ تمام تاني بند إن أمريكا تلتزم رسميا بحماية إسرائيل عسكريا ودعمها بالمال والسلاح في أي عملية عسكرية تخوضها جوه لبنان حارك تقول لي إزاي هما مش المفروض هينهوا الحرب عملية عسكرية إيه اللي عايزين يعملوها تاني قالك ما هو ده البند التالت إن حزب الله ينسحب لما وراء نهر الليطاني فاكر البند ده ده البند اللي حذرنا حضراتكم منه في حلقة احتلال نهر الليطاني الحلقة اللي قدمناها لحضراتكم من أسبوعين النهاردة كتبوا البند ده في بنود صفقة لبنان المهم قالك إن حزب الله ينسحب لما وراء نهر الليطاني ويتم استبداله في الجنوب بقوات الجيش الليبناني وقوات اليونيفيل اللي هي قوات حفظ السلام وفي حالة تعرض إسرائيل لأي هجوم ولو صغير فحالة مخالفة بنود الصفقة ولو بشكل ضمني فحالة تراجح حزب الله عن الاتفاق ولو بشكل غير مباشر فحالة استمرار تهريب السلاح لحزب الله ولو شوية بنادق ومسدسات تعتبر الصفقة ملغية ويحق للجيش الإسرائيلي اجتياح لبنان بمساعدة عسكرية من الجيش الأمريكي اللي هو كمان ملزم وفق اللي بنود الصفقة إنه يقدم كل الدعم العسكرية للجيش الإسرائيلي جوه لبنان عارف حضرتك ده معناه إيه؟ معناه إن إسرائيل لما تحب تضرب لبنان في أي وقت إنت مش هتعرف تطلع تجري على أمريكا علشان تشتكلها وده ليه؟ لأن أمريكا نفسها هتبقى بتضربك مع الجيش الإسرائيلي وفقا لبنود الصفقة طيب البند الرابعة قال لك الجهة الوحيدة اللي مسموح لها تمتلك السلاح في لبنان كلها هي الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل طيب الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن حزب الله حتى ولقوا انسحب لما وراء نهر اللي طاني فهو مطالب بنزع السلاح خلاص كده شكرا يكتفي بالسياسة وما لوش دعا بضرب النار وده ليه؟ علشان إسرائيل تضمن أمن مستوطنات الشمال وسكان المستوطنات يقدروا يرجع لبيوتهم مرة تانية بدون أي خوف من سواريخ حزب الله طيب البند الخامس قال لك لو حزب الله وافق على بنود الصفقة إسرائيل هتنهي الحرب لمدة ستين يوم بس شهرين يعني لكن مع استمرار تواجد القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية يعني الجيش الإسرائيلي هيفضل موجود في لبنان لمدة ستين يوم لو حس فعلا إن حزب الله وإيران ملتزمين بوافع اطلاق النار هيبدأ ينسحب من لبنان لكن لو في طلقة واحدة اتضربت في الهوى الصفقة تلغت وإسرائيل هيبقى من حقها وفقا للاتفاق اللي بينها وبين أمريكا إنها هتكمل اجتياحها لجنوب لبنان وفرض السيطرة عليه بالقوة ووصولها لنهر الليطاني ومن بعدها طرد حزب الله بالقوة لما وراء النهر وإجبروا عسكريا على نزع السلاح وبقايا القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان لضمان أمن وسلامة مستوطنات الشمال اللي هو خلاص كده شكرا جنوب لبنان راح طيب البند السادس قالك تخلي إيران وحزب الله عن حرب غزة يعني ايه الكلام ده يعني حزب الله زمان أيام حسن نصر الله كان بيشترط النواق في إطلاق النار يكون على كل الجبهات عايزنا بطل ضرب في مستوطنات الشمال إنت كمان تبطل ضرب في قطاع غزة بند من بنود صفقة لبنان بقى إنه لأ ملكش دعوة بغزة إنت هتبطل ضرب في مستوطنات الشمال علشان أنا بطل ضرب فيك جوه لبنان وهنا لو حضرتك مركز في تحركات الجيش الإسرائيلي هتقدر توصفها بمصطلح بسيط جدا ألا وهو النيران العكسية بمعنى إيه حركة حماس لما نفزت هجوم 7 أكتوبر نفزته فين؟ في مستوطنات غلاف غزة يعني جوه الأراضي المحتلة طيب إسرائيل عملت إيه؟ نفزت هجوم مضاد قدرت من خلاله إنها ترجع مقاتلين حماس لقلب قطاع غزة وهوب ودلوقتي بتجبر حزب الله إنه يبطل ضرب في مستوطنات الشمال مقابل إن هي كمان تبطل ضرب في الحزب نفسه النيران عكسية هتضربني بطلقة هضربك بساروخ هتضربني بساروخ هتلاقيني فوق دماغك مكان ما أنت موجود وبنان عليه فكرة إنك تفاوضني على وقت في إطلاق النار في قطاع غزة دي ما بقتش موجود إنت هتفاوض بس على وقت في إطلاق النار في لبنان نفسها البند السابع قالك فيه إن من حق الطرفين اللي هم إسرائيل ولبنان الدفاع عن نفسهم في حالة تعرض الطرف منهم لأي اعتداء وهنا أرجوك ركز في البند ده أمريكا بتقولك إيه في بنود الصفقة بتقولك إن الطرفين اللي هم إسرائيل ولبنان خد بالك قالت لبنان مش حزب الله هي خلاص طلعت حزب الله من المعادلة الكلام دلوقتي على لبنان قالت لك لو إسرائيل أو لبنان اتعرضوا لأي اعتداء فمن حقهم إنهم يدفعوا عن نفسه طيب أي اعتداء من مين يا ست الكل ثابتها مفتوح أي اعتداء يعني لو إسرائيل اتعرضت لضرب نار مجهول مجهول محدش يعرف مين اللي ضرب فمن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها باحتلال مزيد من الأراضي اللبنانية لتأمين نفسها يا عم إزاي أنت كده بتدي الحق لإسرائيل رسميا في احتلال مزيد من الأراضي اللبنانية بدون واجه حق دي إسرائيل هي اللي ممكن تضرب نار على نفسها علشان تاخدها حجة وتستحوز على أراضي اللبنانية جديدة هنا مبعوث الرئيس الأمريكي رد وقال لك إيه قال لك طيب ما إحنا دينا اللبنان نفس الحق لبنان هي كمان لو تعرضت لأي اعتداء من حقها الدفاع عن نفسها وهنا الفخ اللي بقول لحضرتك عليه هو منح لبنان حق الدفاع عن نفسها لكن مداش نفس الحق لحزب الله وده ليه لأنه عارف إن الجيش اللبناني لا يمتلك أي قوة عسكرية تمكنه من الدفاع عن نفسه إنما حزب الله عنده عنده سواريخه ومسياراته وبنك أهدافه وجهاز مخابرات قدر يوصل بمسياراته لبيت نيتنياهو يضربه قدر يوصل بسواريخه لوزارة الدفاع الإسرائيلية ويدربها قدر يوصل بسواريخه لجهاز المساد ويدربه قدر يوصل بسواريخه لحيفة ويدربها فأمريكا عارفة إن حزب الله هيقدر يضرب نار ويوجع إسرائيل وبناء علي استبدلت حزب الله بلبنان لبنان هي اللي من حقها الدفاع عن نفسها إنما حزب الله مش من حقه حضرتك شفت البند عامل إزاي؟ ده بند مفخخ زرعين عبوة ناس فجوه بنود الاتفاقية طيب البند الثامن قال لك هنعمل لجنة مراقبة ترقب تنفيذ بنود الصفقة أو بنود الاتفاقية علشان نضمن تنفيذها بالكامل ولما لبنان سهلت أمريكا مين أعضاء اللجنة اللي هيشرفه على تنفيذ الاتفاقية قالت لها دول حلف الناتو وده فخ جديد لإنك علشان تكون لجنة مكونة من مجموعة دول كل دولة فيهم هتحتاج إنها تبعت قوات مدعومة بعناصر مخابرات للبنان علشان ترقب تنفيذ بنود الاتفاقية وده معناه إيه؟ معناه إن حلف الناتو دخل لبنان تحت غطاء وهمي ألا وهو الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية خلاص كده شكرا لبنان بقت مستبحة من قوات حلف الناتو اللي هي أصلا بتدعم إسرائيل يعني بدل ما الجيش الإسرائيلي كان هو الوحده اللي بيحتل جنوب لبنان دلوقتي هي بقى الجيش الإسرائيلي ومعه قوات حلف الناتو طيب البند التاسع قالك إحنا محتاجين نسيطر على مطار بيروت ومرفق بيروت اللي يا فندم خير قالك لأننا وصلتنا معلومات بتأكد إن حزب الله بيستخدم المواني اللبنانية سواء كانت مواني بحرية أو جوية في تهريب السلاح فلازم إحنا اللي نسيطر على المواني اللبنانية علشان نقدر نمنع تهريب السلاح وبالتالي نضمن التزام لبنان بتنفيذ بنود الاتفاقية وهنا يجي البند العشر والأخير قال وهو ضرورة موافقة الجيش الإسرائيلي على بنود صفقة لبنان إيه ده؟ يعني كل البنود دي إسرائيل لسه موافقتش عليها؟ فهرد المبعوث الأمريكي وقال لهم لا لو وافقتوا على بنود الصفقة هطلع من هنا على إسرائيل أعرض موافقتك على الحكومة الإسرائيلية إنسان طيب وجميل ده أنت ملاك طب يا باشا أنا أراضي زمتك لما سلمك جنوب لبنان وسلمك مطار بيروت وسلمك مرفق بيروت واسمح للتغاري الإسرائيلي باختراق المجال الجوي واسمح للدبابات الإسرائيلية بالانتشار في شوارع لبنان واسمح لقوات حلف نيتو بالتمركز في لبنان واسمح لقوات الإسرائيلية بالسيطرة على نهر الليطاني لا واستنى كمان إن إسرائيل تفكر وتوافق على كل الهابل اللي حضرتك كاتبه في بنود الاتفاقية دي طب ما اكتب لكو لبنان بيع وشرة يا دي تبقى بلد يا جماعة ده احتلال رسمي لبنان كده تبقى تباعد انت مكسوف تقولي إنك عايز تحتلل لبنان يا باشا قولي إنك عايز تحتلل لبنان وهنا نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني اللي المفروض بيتفاوض باسم حزب الله رد على المبعوث الأمريكي وقال له لأ إحنا موفقين على بعض البنود لكن رفضين الباقي طيب إيه البنود اللي حضرتك رفضها؟ قال له أولا إحنا مش موفقين على حرية حركة الجيش الإسرائيلي جواللبنان لا دبابات ولا طيارات ولا حاجة من الحاجات دي مش هنسمح بالكلام ده أصلا تاني حاجة إحنا مش هنسمح بدخل قوات حلف النيتو للأراضي اللبنانية انت كبيرك تدخل قوات أمريكية وفرنسية فقط لغير أمريكية علشان تضمنك وفرنسية علشان تضمنك وده لأننا بنصق شوية في الحكومة الفرنسية فهتكون هي الوسيط أو الضامن اللي بيننا وبينكم إنما بقت جيب لي صحابك من حلف النيتو وتيجي تعمل علي حفلة هنا في لبنان مفيش الكلام ده ثالث حاجة رفضينها موضوع الانسحاب الإسرائيلي اللي هيتأجل ستين يوم هم سبع أيام بالكتر يكون الجيش الإسرائيلي خرج من لبنان رابح حاجة ودي الأهم علشان بس أجيب لك من الآخر أنا مش هادر عمل لك حاجة أكتر من بنوت قرار 17 زير واحد اللي هو إيه قرار 17 زير واحد ده القرار ده أصدرته الأمم المتحدة بعد حرب 2006 اللي اندلعت من حزب الله وإسرائيل وبينص على الانسحاب الكمل للجيش الإسرائيلي من لبنان مقابل وقف وتجميد العملات العسكرية لحزب الله يعني إسرائيل تنسحب مقابل إن حزب الله ما يدربش نار وبعد تنفيذ البند ده يتحرك الجيش اللبناني مع قوات حفظ السلام علشان هم اللي ينتشروا ويتمركزوا في جنوب لبنان أمال حزب الله هيروح فين يطلع ناحية الشمال شمال نهر اللي طاني يعني ما يبقلوش أي وجود في جنوب لبنان حضرتك تقول لي بس كده أقول لك طبعا لا أهم بند في القرار 17 زير واحد هو نازع إسلاح حزب الله مين اللي هينزع منه السلاح قالك الجيش اللبناني طب ولو حزب الله رفض قالك الجيش اللبناني يدخل حرب كاملة ضد حزب الله لحد ما ينزع منه السلاح طب ولو الجيش اللبناني خسر الحرب قدام حزب الله وده غالبا اللي هيحصل قالك الجيش الإسرائيلي يرجع ينتشر في جنوب لبنان مرة تانية علشان هو اللي يحارب حزب الله حضرتك هنا تقول لي تم ما احنا كده هنرجع للمربع صفر أقول لك الله ينور عليك ما هو القرار 17 زير واحد ده من بين القرارات المسمومة اللي اتفرضت على لبنان خصوصا وان من بين بنوده هو الخط الازرق اللي بيقص 13 قرية من قرى لبنان وبيضمها للحدود الاسرائيلية حكيت لك تفاصيل القرار 17 زير واحد بالتفاصيل في حلقة استسلام حزب الله تقدر تفرج عليها لو حاب تعرف كل بنود القرار والتمن اللي لبنان كلها دفعته بسبب تنفيذ القرار ده اهو القرار ده اللي مكانش ولا زال مش عاجب لبنان هو هو نفس القرار اللي لبنان بتطلب بتنفيذه النهار ده علشان بس تهرب من تنفيذ صفقة لبنان اللي هتسلم البلد كلها لاسرائيل وحلف النادو سيد المواطن انت مدرك لبنان راحت فين؟ لبنان راحت ومش عارفة ترجع كل ده بسبب مين؟ ها بسبب مين؟ انت مكسوف تقول بسبب مين؟ طب انا هسيبك انت لضميرك جاوب بينك وبين نفسك من اللي وصل لبنان للي هي فيه النهار ده طيب هنا اسرائيل بقى كان موقفها ايه من صفقة لبنان اسرائيل طبعا عايزة تنفذ الصفقة ده مش بعيد تكون هي اللي كتب كل تفاصيلها بدليل ان نبيه باري رئيس مجلس النواب اللبناني لما اعترض على بنود الصفقة اسرائيل بعتت طيراتها قصفة القرية اللي تولد فيها نبيه باري انت متخيل مدى الترهيب اللي بيعيشوا حتى المسؤولين اللبنانيين قصفوا القرية اللي تولد فيها بالطيران علشان يخوفوه ويهددوا بالاغتيال فيضطر يوقع على الصفقة بكل بنود ايوة طيب نبيه باري رد على القصف ده ولا ايه؟ قال انه مش جديدة على الجيش الاسرائيلي لكنه مش هيأثر في القرار لبنان بالموافقة او الرفض على بنود الصفقة وهنا حضرتك تبقى قدرت تقرى المشهد بالكامل قدرت تجمع صورة عن كل اللي بيحصل في لبنان وايران وحتى غزة ايران استغلت حرب غزة وحرب حزب الله مع اسرائيل وطلعت بصفقة مع الادارة الامريكية برافع العقوبات الاقتصادية مقابل التخلي عن حرب غزة مقابل تحييط حزب الله مقابل تجميد البرنامج النووي وده اللي قلت لحضرتك انه هيحصل بالتفصيل في حلقة ايران باعات السنوار لما حكيت لك مكاسب ايران من حرب غزة شوف انا اهلك الكلام ده من امتى؟ من شهرين تلاتة فاتوا النهاردة بيتطبق بشكل رسمي وبالتالي تبقى حرب غزة واكتياح لبنان خلصوا عليه خلصوا على ضايع غزة ضايع جنوب لبنان ورفع العقوبات الاقتصادية عن ايران لو حضرتك شايف نتيجة تانية احنا مش شايفينها قلنا عليه لو العقوبات الاقتصادية ترفعت عن ايران تبقى ايران حرفان هي الوحيدة اللي استفادت من حرب غزة واكتياح لبنان حضرتك تقولي بس برضو متلها ناس كتير اهمهم حسن نصر الله اقولك ويجي ايه حسن نصر الله جنب مصالح ايران كدولة حسن نصر الله بالنسبة لايران مجرد كارت مجرد موظف في الحالتين كان هيموت لو ما ماتش على ايد الجيش الاسرائيلي كان هيموت على سريره وفي الحالتين هيتم استبداله وتعين واحد جديد مكانه فلما يموت ونكسب من وراه رفع العقوبات الاقتصادية احسن ما يموت على سريره بدون ما نستفيد حاجة من موته كذلك ميليشيا حزب الله ككل حتى لو الحزب كله تفكك نعمل واحد غيره بلاش يا سيدي نعمل واحد غيره ننقل جبهة القتال لميليشيا جديدة ودولة جديدة زي حزب الله في العراق ما ايران بتمتلك ميليشيا تانية اسمها برضو حزب الله لكن في العراق فننقل جبهة القتال كلها للعراق بدل لبنان لبنان اتحرقت ادخل على العراق عادي مهم كتير اصلهم المهم ان مصالح ايران تستمر حتى ولا وعلى حساب تدمير الدول فلو حضرتك متخيل ان نهاية حسن نصر الله هي نهاية العالم بالنسبة ليران تبقى غلطان لو متخيل ان نهاية حزب الله كله هي نهاية العالم بالنسبة ليران برضو تبقى غلطان كلهم مجرد ورق كوتشينا بالنسبة ليران الورقة اللي تتحرق يلعبوا بغيرها مش مهم حسن نصر الله يخسر حياته مش مهم حزب الله يخسر قواته مش مهم حركة حماس تخسر قطاع غزة المهم ان ايران كدولة تكسب من وراهم كله سياسة قذرة ما فيهاش اي نوع من انواع الشرف لذلك دايما هنا نفتكر كلمة قالها راجل طيب تعليقا على كل اللي بيحصل ده قالك ايه قالك احنا لا بنظلم ولا بنفتري ولا بنتأمر ولا بنخون احنا بنتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف الراجل اللي قالك كلمتين دول قالهم ليه لانه كان ولا زال شايف وقاري كل اللي بيحصل من حواليه شايف ازاي الدول الكبيرة بتقطع في الدول الصغيرة شايف ازاي في دول كاملة بتبني مليشيات كاملة علشان تهد دول كاملة لمجرد انها تحقق من ورا انهيارها استفادة كاملة هو ده المستنقع اللي حوالينا واللي بنحاول نبعد عنه ونحمي نفسنا منه لذلك هنا السؤال لحضرتك تفتكر الليبنان هتوافق على جنود الصفقة بكل التفاصيل اللي حكيتها لك دي ولا لبنان كدولة بتمتلك اوراق اوة احنا ما نعرفهاش تقدر تتفاوض بيها مع اسرائيل وامريكا وتتجبرهم على تغيير بنود الصفقة لصلاحها تتجبرهم على مرات لصلاحها اشتركوا في القناة